الفنان نجيب الرحاني هو ممثل كوميدي مصري اتولد يوم 21 يناير سنة 1889 بالقاهرة لأب بعراقي وأم مصرية والتحك بمدرسة الفرير الفرنسية بالقاهرة وظهر فيها موهبته واكتفى بشهادة البكالوريا وده بسبب تدهور تجارة والده وقدم كتير من الأعمال النجحة في المصرح وكمان في السينما أما عن حياته الشخصية فنجيب الرحاني اتجوز ثلاث مرات من الفنانة بديعة مصابني بعد قصة حب ومن الممثلة الفرنسية لوسي ديفرناي وأنجب منها بنته الوحيدة جينا والمرة الثالثة كان الحب الأخير في حياة الرحاني من فيكتورين اللي عاشت معاه آخر عشر سنين في حياته وتوفي يوم 8 يونيو سنة 1949 بسبب مرض التيفوئيد اللي دمر قلبه ورئته والوفاة كانت بجرعة زيادة من البنسلين وقالوا الأطباء وقتها لو كان تم حقنه بالكمية المطلوبة لكان شفية من التيفوئيد